صباح الفل على كل حبائبنا الأهلوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي برعاية بنك سايب ماتش النهاردة إن شاء الله قدام ودي دجلة في الجولة 24 من مسابقة الدوري هيكون الساعة 8 بالليل على استاد القاهرة وبنفكركم بالستوديو التحليلي هيكون الساعة 6 مساءً مع الكابتن أيمن شوقي على قناتنا فريقنا بيدخل ماتش النهاردة وهو يشعر بالوحدة على القمة برصيد 62 نقطة وودي دجلة في المركز العاشر برصيد 26 نقطة يلا بينا الحقيقة كل المؤشرات بتقول إن ماتش النهاردة قدام ودي دجلة هيكون ماتش قوي لأن الفرقة الشابة الطموحة دي من أكتر الفرقة اللي رجعت بتركيز شديد بعد العودة من التوقف فريق ودي دجلة قبل التوقف كان عنده مشاكل كتير وخرج من الكاس وكان نتائجه مش كويسة في الدوري لكن بعد التوقف لعب خمس ماتشات مخسرش منهم ولا واحد اتعادل مع الاتحاد ومع الإسماعيلي وقدر إن هو يكسب مصر المقاصة وحرس الحدود وكمان آخر ماتش قدام FC مصر بنتيجة 2-1 واضح جدا إن الراجل يشتغل بشكل قوي في فترة التوقف واللي اعتبرها بمثابت فترة إعداد للموسم الجديد وده اللي كشفناه في إن هو قدر يطلع أحسن حاجة عند لعبته زي مروان حمدي مهاجم الفريق اللي سجل ستة أهداف الموسم ده منهم ثلاثة بس في آخر خمس ماتشات بعد العودة من التوقف وغير مروان فيه لعبة كمان مهمة زي محمد عبد المنصف الخبرة وحسام عرفاط الشهير بحسام فرحات ومعه كمان محمد عبد العاطي وبكهم وجنبهم فيه كمان السناء المحترف المميز زي الغاني عقوبو والتونسي كابو اللي بيعتبروا من أهم مفاتيح لعب ودي دجلة اللي هنشوفهم في ماتش النهاردة لكن هيغيب عن ودي دجلة النهاردة عمر صلاح ومحمد هلال للإيقاف بعد الترد في مباراة FC مصر الأخيرة نروح بقى لفرقتنا اللي بتدخل ماتش النهاردة بميزة مهمة جداً وهي الحصول على فترة راحة لمدة 48 ساعة ودي أطول فترة راحة حصل عليها الفريق بعد العودة من التوقف وسط الضغط الكبير ده ماتش المصري كان كله إيجابيات لكن بالنسبة لي أهم حاجة هي الوصول للنقطة 62 وده اللي خلانا على بعد 17 نقطة بس من حسم لقب الدوري هنحتاجهم في 11 مباراة اللي جاية من ضمن الإيجابيات برضو تقلق أليو باجي اللي سجل وصنع في المباراة اللي شهدت عودة صالح جمعة للمشاركة مرة تانية بعد فترة غياب طويلة وكمان مشاركة اللاعب الواعد عربي بدر مع الفريق لأول مرة ومن ضمن برضو الإيجابيات تسجيل حمدي فتحي لأول أهدافه مع الفريق منذ أكتوبر بعد غياب طويل بسبب الإصابة لكن لعنة الإصابات والغيابات والإيقافات لسه مستمرة معانا وكمان عمر السلية اللي اتعرض للإصابة في مباراة المصري ومعاهم علي معلول اللي موقوف وخد الإنذار التالي وده اللي أكبر مستر فيلر إنه هو يعمل روتيشن إجباري ويستخدم 20 لعيب في الفترة القسيرة اللي فاتت دي بسبب قصرة الغيابات والإصابات والإيقاف كمان شفناه في مركز الظاهير الأيمن بيعتمد على فتحي ومحمد هاني وفي قلب الدفاع لعب ياسر وربيعة وآيمن أشرف ومحمود متولي وفي ناحية الشمال لعب معلول ووحيد وفي نص الملعب استخدم 6 لعيبة مرة واحدة وعلى الأطراف استخدم أجاييه وجيرالدو وأحمد الشيخ ووليد سليمان وفي الهجوم كمان لعب مرة بمروان محصل لوحده ومرة ببادج لوحده ومرة بالاتنين مع بعض ده غير الغيابات الطويلة جدا عن الفريق زي كهربا والشحات وسعد سمير وندفد ومعاهم كمان محمد محمود ورغم كل ده قدر أنه يحافظ على الصدارة ويقدي بشكل قوي جدا والله يكون في عونه الحقيق وقبل ما نختم بندعوكم للمشاركة في مسابقة بنك ساييب راعي النادي الأهلي اللي بيقدمها لكل جماهيرنا ادخل على اللينك وحمل التطبيق وبعت لنا سكرين شوت مع هاشتاج الأهلي وساييب وهتدخل صحبة على واحد من عشرين تيشيرت بيقدمهم راعي النادي الأهلي كلنا بقى نتكلم على تشكيل ماتش النهاردة يطرى مستر فيلر هيلعب بمين رغم الغيابات الكتير ويطرى هيبدأ بطريقة لعب إيه؟ هل هيبدأ بطريقة المعتادة 4-2-3-1 والله هيغيروا يلعب 4-3-3 والله 4-4-2 زي ما لعب في المباراة الأخيرة قدام المصر طبعا في حراس المرمى مش هيكون فيه خلاف على محمد الشناوي رقم واحد في الحتة دي في مصر كلها مش في النادي الأهلي بس وقدامه في خط الدفاع هيكون موجود محمد هاني وجنب ورامي ربيعة وآيمن أشرف ومحمود وحيد اللي هيلعب النهاردة مكان علي معلول الموقوف في نص الملعب عندنا الوحيد اللي جاهز في الحتة دي هو حمدي فتحي بس يا طرى مين هيبدأ جنبه؟ هل أحمد فتحي هنستعين بيه في الحتة دي لخبرته الكبيرة؟ ولا هيكون موجود مثلا حد زي عربي بدر؟ ولا أفشة هيرجع يلعب في الحتة دي؟ تحت المهاجم أعتقد أنه هيكون أحمد الشيخ هو أكتر الجاهزين والمناسب أنه هيبدأ أساسي في مطش النهاردة لكن لسه برضو مش عارفين مين هيكون جنبه خط الهجوم بقى يا طرى هيلعب ببطج الواحده المتقلق في الفترة الأخيرة ولا هيكون جنبه مروان محسن زي ما لعبنا المطش اللي فات قدام المصري أيا كانت طريقة اللعبة وأيا كانت تشكيل طبعا بنتمنى التوفيق لفرقتنا النهاردة في أن هما يختفوا تلات نقط جديدة تقربنا من اللقب رقم 42 في تاريخنا وبنتمنى التوفيق لكل جماهير الأهلي في مسابقة بنك سايب راعي النادي ويقدروا يكسبوا واحد من عشرين تشيرت بيقدمهم لكل جماهيرنا النهاردة ويلا يا أهلي